لذلك نسأل عن مفهوم أو معنى كلمة أو جملة الشمائل المحمدية بالنسبة للتعبير كتير فضلت الشيخ سعيد فما المقصود بهذا المعنى أو بهذه الكلمة الشمائل المحمدية الشمائل تعني جانبين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الخلقي والجانب الخلقي الجانب الخلقي وهو متفرد فيه عليه الصلاة والسلام يعني ليس في البشر مثل رسول الله كان خلقه القرآن أدى بني ربي فأحسن تأديبي يعني أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه نموذج نعم وإنك العلا خلق عظيم إذن الجانب الخلقي متفرد نعم وفي الجانب الخلقي كذلك يعني في الجانب الخلقي لو نظرنا مثلا إلى حديث أن سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال صحيح أعطي سيدنا يوسف شطر الجمال لكن جمال من؟ هل جمال الخلق ولا جمال سيد الخلق هو أعطي شطر جمال أو شطر جمال سيدنا محمد لكن الذي حاز على الجمال كله المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضهم حينما وصفوا رسول الله قال كأن وجهه قطعة قمر بدر مكتمل بدر مكتمل وفي كل الأحوال إذا رأيته في الليل كما تراه في النهار كما تراه وهو يصلي كما تراه في أول النهار في كل هو كذلك عليه الصلاة والسلام إذن الشمائل تعني الجانب الخلقي والجانب الخلقي في الجانب الخلق هل هناك عين أفضل من عين سيدنا ومولانا رسول الله أبدا ولا أنف كأنف رسول الله ولا فم كفم رسول الله ولا وجه كوجه رسول الله ولا شعر كشعر رسول الله ولا يد ولا قوام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفه سيدنا علي في وصف وقيل هذا من وصف أيضا سيدنا الحسن ابن علي لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بدقة دقيقة تحتاج إلى جلسة خاصة لأنهم وصفوا فيه كل شيء على أنه الكمال الخلقي صحيح الكمال الخلقي عفوا الكمال الخلقي في رسول الله فهو عليه الصلاة والسلام لو رأيته مبتسما لو رأيت أذنه لو رأيت شعره لو رأيت أسنانه لو رأيت كل أي شيء فيه هو الجمال هو الكمال كله